السلام عليكم حبيباتي كديري اللبس عليكم تمنىكم تكونوا بخير امركم كلها على خير ان شاء الله دائما ناشطين وفرحانين كنشكركم بزاف اخواتي على تعليقاتكم الرائعة اللي دائما كتخليوا ليه لليخطيكم على الكلمة الطيبة وكنشكر بزاف لمشتركين جداد لعدل تحقوا بالقناة انتم القدامركم على راسي من فوق لليخطيكم الدارداركم اليوم ما غدي نقدم لكم وصفة عشاء او غداء مشبعة كوجبة رئيسية واللي هي ليكيش بجاج والصبانيخ كي يجي من ارواع والد ما يكن وسريع التحضير خصوصا هذي الوقت ديال الصبانيخ نتمنى انكم تستغلوهم هكا الوليداتكم راسيحيين وغادي يعجبوهم بزاف كي تجي فيهم واحد اللدة وواحد المداق لا يقاوم ان شاء الله غادي تردع لي كيف العادة كنعطيكم وصفات سهلة وفي المتناول واللي بغي يشوف الكيش اللي حطيت مؤخرا في القناة غادي نخلي لكم الراوبيت ديالهم اسفل هاد الفيديو هاد الكيش اللي كي يجي رائع فوق ما كتصوره وكيش اخر لي بدجاج مهم اغلبية دياللي كيش كندير فيه مصدرتع الدجاج لانه كيبقى عندي في المجمد وكي يجي زبين بحل هاد الوصفات الى عجبكم الفيديو اخواتي متنسونيش دائما من اللي لايك ديالكم ما غا تخسروا والو الى درتو الجيم فقط للتجاع وغا نبدو بالمقادير مع طريقة تحضير بسم الله على بركة الله عندي ميتين وخمسين جرام ديال التقيق الابيض او للفارينة ميتين وخمسين كرام لي هي جوش الكيسان ونص بقياس كس العنبه وعندي جوش المعالق كبار الزيت النباتية او للزيت العادية جوش ديال المعالق كبار او اللاربعه ديالمعالق صغير كيف لاحطه معايا كيعطينا القرماشة لها ديالعجين وكتجي فرمج الحمر محكوك شوية ابزار و شوية بودرة التوم معلقة صغيرة بيكين بودر او لخميرة الحلويات مع شوية على الملحة ممكن تستغنوا على اي حاجة مبغيتوهاش درت واحد القطعة جبن متلت و واحد مئة قرام زبدة ثلاثة معلقة كبار سوف نحاول رمل هذه المكونات سوف تلقاو المقادير البنت مكتوبة في صندوق الوصف وهذه هي العجين الكاش المعتمدة عندي لان فعلا كتجي فيها واحد البنت خطيرة ممكن ندروا العجين العادية ولكن هذه المنسمات يزيدوا واحد للد من بعد ما ندخل هذه الزبدة كاملة في دك الدقيق يعني ما يبقاش يبلينا الدقيق كنزيدوا واحد الأصفر بيضاء و واحد اربع كاس عنباء ديال الحليب اللي كيكون عادي بارد اربع كاس عنباء تقريبا واحد اربعين ميلي لتر و كنجمعو العجينة بلا ما كندلكوها كنجمعوها كنجمعوها غيب الأطراف ديال الأصبع ديال نحة كتولي على هاد الشكل انا ما عنديش الوقت صراحة باش نخليها ترتاح من الصعف تلاجفة مباشرة كيف جمعتها كناخد الدقيق كنرشو في سطح العامل و كنحاول نتلقها شوية لانني غادي ندير كيش عائلي بطبيعة الحال الي كان عندكم الوقت او الا بغيتوا تديروا هكيالي كيش في مولات صغارتي يبقى لكم الاختيار مويم انا نخلي لكم الفكرة في الفيديوهات السابقة و انتم ما ديروا اللي يعجبكم هنا يا حاولت نطلق العجينة شوية بالمساعدة ديال شوية ديال الدقيق واخديت واحد المول تقريبا هادا راه السيعة ديالو راه واحد تسعده ثمانية وعشرين سنتيم يعني راه كبير حطيت فيه العجينة و كنحاول نقدها و كنساويها يعني ما تخلي واش غليظة بزاف كنحاول نقدها مزيان هكيالي في المول والجوانيب انا كيعجبني هاد المول انتم ما ممكن تديروا اي مول عندكم لسوى ان ديال الزاج او لا اي مول مهم غا نحاول نقدها وهدوك هدوك البقايا اللي كيشيطوا لي من العجين كندير واحد هكيالي لكيش صغير اللي ادي معها بنتي غضل مدراسة صفي من بعد ما قديت و ساويت و ضروري ما تقدوهم زيان كيف لاحطوا معايا في الفيديو حاولت نتقب هكيالجوانيب بالفرشيت باش ما يتنفخش لينا و كنعمر كيف دائما باللوبية باش كتتقلينا على هاد الكيش و ممكن لبنا تديرو الحمص او لما تديرو والو غيطقبوهم زيان صفي و كندخلوه الفراني طيب لينا نص طيبة من بعد ما غيطي من التحت غادي نخرجو نكملو التتيمة هنايا بالنسبة للحشوه خديت واحد لنقيلة درتها فوق البوطة درت فيها واحد المعلقة كبيرة دي الزبدة دوبتها و غادي نزيد واحد ربعا دي البورو او للبورو غير صغار ما شي كبار إلا ما عندكمش البورو ممكن تديرو غيب صلاح عادية و لكن صدقوني يلونات البورو كي يجي رائع مع السباني خورا موجود راها ربعا دي البورو يتغيب درهم مهم هو صحي يعني نستغله خصوصا في الوقت تاع البرد رفي بزافة الفوائد هنايا قطعتو دوائر صغيرة كيف كتلاحظو لانه اصلا هو صغير شحرتو شوية في ذيك الزبدة حتى احتد بالي ياشي شوية هنايا دبا غادي نضيف الصبانيخ خضيفو الكمية اللي بغيتو تقريبا انا ضفت واحدة ربيطة دي الصبانيخ من بعد ما نقيتها بطبيعة الحل من الحاجة اللي ما مزويناش اغسلتها اغسلتهم زيان زيان ونشفتهم وقطعتهم شي شوية هكيا غلاد ما تقطعوهم شرقا لان الصبانيخ راكم عارفين غي كتوصل للعافية كتولي 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 كمية قليلة صيفين بعد ما أضفت صبانيخ ثم نبقى الحرب ما يقول الاخر حت كترة اطلب لي كتولي شوية كتول دهي ما غادي نضيف شوية الملحمز كتروش لان الصبانيخ هذا الن drugiej اصلا كتكون zum وشوية دي الفلفل الاسود غادي فادي نشحر مزيان variant هذي التتهبط يعني غا تقولي الكمية النص دي الهاد الكمية ذا بلي كتشوفو باش غادي نجولها عادي مطيبة جاجم معلك شوم بينيوم صيفين بعد ما اضفت لي هذ السبانيخ شوفو الكمية اللي كتشات اللي اخذت نفس المقيلة اضطلت بصيلة اضطلت خلق مصدر وزيت المائدة اضطلت صدرت عدجاج ومقطع مربعه صغيره دائما اضطلت عدجاج ونستعملوا في حالة الوصفه اضطلت العلبة شومبينيوم او الفطر المعلب تستغنوا على حسب الرئيب قد استosta بيتان سيدنا موسى حاول تبلي سيطرة 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 حيالة سيطرة المضاق مميز جدا مهم ضفط غشي شوية باش ما يعطانيش داك اللون صفر الهدجاج هذا سوف يخلي الدجاج حتى يتشحر و يتعلق مزيان كيف لاحطون معي دا برا تشحر و تحمر قاعد قريبا مهما تخلي وشين شفع و تاني باش ميجيش قاسح هنا كيف لاحطون بعد ما طابلين تقريبا الكيش نص طيبة سوف نخويه من هادي اللوبيا هادي او غادي نرطو شوية شوية ياخد لنا اللون هاكي من الفوق سوف يوم بعد نخرجو انا البنات كي يعجبني ان نين طيب و نص طيبة لانا يلمشي نعمرناه و دخلنا ماكي شون زيان الصراحة يبقى شوية معجن بنسبة لبا غايا كيش عندي جوج ديال البيضات وحد ضانون او ليوغورت مسوس طبيعي بدون اي نكهال الوزن دياله مئة و عشرة قرام مع جوج القيطاع ديال فرماج متلت سوف نحاول ندمج هذا الفرماج هذا مع هذا البيض و مع اليوغورت باش كي يتلقون لنا شوية ما يبقى ش هكي طريفة كبار غادي نزيد واحد اربع كاس او لا واحد نصف كاس عن بادي الحليب السائل حليب بارد عادي من ثلاجة نصف كاس عن بادي قريبا 80 ميلي لتر و غادي نحرك مزيان بادي نزيد شوية الملحة و شوية طعال الابصار و غادي نزيد معلقة صغيرة ديال نشط دورا او للميزينا او لا معلقة صغيرة ديال قديرو اللي عندكم انا درس معلقة صغيرة ديال ميزينا و معلقة صغيرة ديال بيكين بودر او لخامير نضيف شوية ديال فرماج الحمر و شوية ديال موزاريلا مهم اذا كان متوفر عندكم بالزيد و صافي غادي نخلط مزيان و غادي نحطها جانبا تقريبا الحشوة واجدة العاجين ديالي كشرها واجدة كيف تلاحظون كيف تلاحظون رام حمر غادي نحاول نقضها كطبقة اولى من بعد كناخد هاد صبانيخ لكي اعطوا البنات واحد المضاق مميز جدا 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 خاصكم ضروري تجربو ممكن الى كان عندكم هاد صبانيخ بكمية كثيرة استغناء على الدجاج ديرو غيص صبانيخ بوحدهم على بغاياكي شو والفرماج راه كتجي واعرة يعني ممكن بنسبة الاخوات اللي بغوا يديرو هاد صبانيخ او اللي عندهم بكمية كبيرة صافي هنا ايام بعد ما استفت الصبانيخ خليتي شوية بطبيعة الحل هادك اللي خليت لبنتي المدراسة كندير لبا غاياكيش من الفوق وكنحاول نقضها بهذا الشكل هذا وندير شوية طع الفرماج من الفوق وغادي ندخلها الفران من الفوق ومن تحت حتى تتحمر لينا وكمل طياب دياله ما كيفوتش لينا واحد ربع ساعة وان شاء الله هنقدموه هنصر كيجي رائح وما نعودش ليكم شوفوا بنتي اش كدير رايب الزز باش صورتو والو ما 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 عطيني اعطيني بدات كتنقبل ايا منو من الجواني بتمرغى شوية انا كنصور ويا قلصة كتنقبل طلعت فوق الميضة ما يملي عند الدرالي وهذا مسدفش عليها البنات غادي نقطع ليكم واحد طرف باش تشوفوا كيفاش كيجين بعد ما خرجتمو الفران هنتو ما كيجي رائع وهديك يعني انا كندير ضروري نصطيب اللابا غايا كيش اللابات ديال الكيش لانه باش يجينا طايب كيف كتلاحظو معايا كتجي دك ديك لابات مقرمشة شوفوا معايا ديك ديك الفيرة كتنقبلية من من الجناب ماشي مشكيل غادي نزيد نقطع معاكم البنات واحد طرف باش تشوفوا كتجي هاد لابات مقرمشة وكتجي الحوشوال ديه كيفكت لكم ممكن تعمروها بصبانيخ راهب الطريقة ديال انكم طيبو الصبانيخ مع البوارورا كيجي واحد الماضاق خطير غيف الصبانيخ بوحدهم راه الماضاق خاطر عدد جاجي لكن كنتمنى الفيديو يعجبكم خليت لكم الفراحة نخلي لكم مقادر مكتوبه في صندوق الوصف والسلام اشتركوا في القناة